اشتركوا في القناة وسبب الانسان يروح بقال اللي هو عايزه اختياراته الحرة المباشرة المبنية على الاختيار الكامل وانا لو شفتي الخريطة السنة الفاتت رمضان انا عادت تشرح مسألة التسيير والتخير وانا رايح فيها بياند قوي انا بعيد جدا انا عندي كله بالاسباب كل شيء يعني مفيش حاجة الا في قدية الحدود اسمها مكتوبة وبدي مثلا حتى بابعة حاجة بالمرض بيجيب سببه رب اني مرش دعوه وجهة نظرية طب فكرة البلاء اللي مذكورة اكتر من مرة وانا بلوكم ما بلوكم بشارة الخير فتنة فكرة وجودك في الحياة انما بالاحداث نفسها لا احنا المصنع بدليل اوروبيين وانتي بتروح لينك زينا سيستم عظيم للحياة فعايشين كويس جدا بعيد ان هم مؤمنين ولا غير مؤمنين بتعملي سيستم كويس بتعيش كويس بتعملي سيستم وحش شلي وانا دايما بدي مسأل بحاجة على موضوع المرض والتعفل خريطة زمان ربنا مش ممكن يكون بيكره الفلاح المصري وبيحب الفلاح الالماني الفلاح الالماني عمره معي على الاطلاق لان كل شيء منضبط انتي هنا عدت تلاتين سنة اللي احنا عارفينهم بيأكلوا أكل مصارت فكل الفلاحين المصريين عندهم من الامراض دي اكيد ده مش قدر اكيد ربنا مش قصد الفلاح المصري ده اسبابه كانوا وحش في تلاتين سنة وشرب وحش جالوا مرض هو بقى يعمل ليه زي ما قال في القرآن فهو يشفين يساعد بقى اللي يساعده والبلاش والمستشفى مش عارف ايه الجديدة واذا مرضت جابها بالفعل الغائب ملوش دعو مين امراضه الفهو يشفين دي وجهة نظري في كل موضوع القرآن اه اللي هو بقى كمان هنا الاخذ بالاسباب انك تتجي للعلم هي 100% بالاسباب تتجي انت عملت ده بالجهر بالزبط كمان فخذ بالعلم وحشان تفرج منه هو بيدفع يعني فانا رأيي انه احنا يعني هو سمح او ما سمحش اللي راح بعيد اوي زي ما انت بتقولي حتى لو خير او شر هو دي حريته هقولك حاجة تطمنك في موضوع ان الانسان يبحث اصلا برضو المعتزلة المعتزلة كان ليهم قول عظيم انا بدأت يبدو برنامج ده اول حلقة كنت انتم محدش موجود كنت الواحد ايام المعتزلة كان بيقولوا من بحث عن الحق فمات قبل ان يصل اليه او من بحث عن الحق فوصل للباطل بس هو كان نيته ان يصل الحق مات على الحق خلاص ده انا مؤمن بدا ايمان كامل حتى لو وصلت في انها الباطل تماما غير اللي بابحث عنه يكفي ان انا كنت بابحث وبثقة وبيقين اني عايز اصول للحق وصلت للباطل هو الحق مش هو الحق الحقيقي كمطلق بس انا اللي عملت العليا فربنا سابدنا الاختيار في الحكاية دي مية في المية نخش بقى على السؤال بتاع احمد كلام اللي قلته للاستاذي هناء في الحلقة اللي فاتت ان تفضيل القولية على الفعلية الغيب ليس داخل في السنة الفعلية على الاطلاق لانه ماذا يمكن ان يفعل النبي بالفعل يتكلم فيه عن الغيب هو يجب ان يكون سنة قولية قولا واحد التصادم بين يعني انت بتقول انه ممكن بقاش فيه تصادم النص سكت عن شيء والرسول هو اللي بيقول يجب في ايات الغيب ان تكون بص انا القرآن بالنسبالي في الدراساتي انا في حاجة اسمها الايات العمدة زي ما اتكلمنا من حلقة على اهل الكتاب اهل الكتاب اعلى حاجة عندي ربنا بيقول انه هو هيديهم اجرهم ان الذين امانوا والذين هادوا والصابين ونصال وبيقول انهم اقيموا التوراة والانجيل وإلهنا دول الايات العمدة اللي من خلالها فسر بقى اي حاجة تانية حتى لقد كفر لديه نقار اي بقى موضوع توبيك في القرآن انا بادرسه كده الايات العمدة للغيب موجودة ايه اللي جاي لان انا فقودة ظلمة مش شاف حاجة احنا قدراتنا ضعيفة جدا انا لازم التزم بيها التزام كامل لو كان هناك واحد في المئة ربنا ممكن يعني حتى في سيدنا عيسى نفسه من نظر الاسلامية قال تخلق من الطين كهيئة الطير باذني وركز على الكلم وتحيي الموتة باذني لو ربنا هيدي ده لواحد تاني كان لازم الله رأي المعتزلة كان واجبا عليه ان يخبرنا هذا لا يمكن ان يكون خارج منطق النص فلما يجي واحد يقول لي اي سلسال من السند ان واحد هيجي معا سلطة ربنا شخصيا يمطر المطرة ويجفف الانهار ويحيينا ويمتنا هذا كذب مية في المية خلال من غير معرف ده كذب تاني حاجة الاحاقات اللي في النص اللي انت بتقول ان يأجوج ومأجوج قد توحي ببعض الحاجات التانية اللي يخبر عنها بعد كده الرسول طيب انا مقدرش الوقت افتح بقى في موضوع يأجوج ومأجوج لانه انا وجهة نظري بالسياق الداخلي في الايات من غير بقى ما نرجع لتفسير القبيسي ولا الاحمدية وانا هقول بقى رأي فيهم مش فيهم كطائفة في تفسيراتهم يأجوج ومأجوج ايات متفسرة خطأ تماما ويأجوج ومأجوج ليست على الاطلاق علامة اليوم الايام على الاطلاق يعني حكاية انه هو يعني يشعرف ايه السد قفل عليهم بقاله من ايام ذي القرنين وبياكلوا بيشربوا من الهوى وبعدين يعملوا للصور يبقى رقيق فيقولوا ما ينسوا كلمة ان شاء الله وقعيب الكلام ده عيب مش انت اه انا فا انا فا بس هو عايز كل الاسبتات اللي قالها القبيسي او الاحمدية عايز ما تصدم لا يتصدم مع فكرة انه ينكر النص يا فندم النص لا ينكر لكن تفسيره هو بشري تماما انا لو اريدنا في حلقة قادمة او حتى في البصلة يعني هقولك في الايام العادية هقول دي الاحمد والله ما بضحك انا هقرى لك الايات قراءة عقلة جدا في الايتين اللي بكر فيهم يأجوج ومأجوج ما هو قال اليهود كده فاذا جاء وعده الاخيرة ده مش معناه ان يوم الايامة ارسلنا عليكم عبادة قولي بأسا شديد فجاء سخري حصل خلاص اللي هو بقتنصر او ما يسمى نبوخ ازناص خلاص فالاخيرة دي في نظر الترتيب الزمني هنا خاطئ في نظر اللي عاشها مش الاخيرة بتاعتنا يعني قصص كتير فانا بقولك بس ان النص لا يوحد اصلا دابة الارض دي حاجات انا مسلم بها لا بس غير كده لا لأ خالص وخارج نطاق دول على فكرة كله دول في يوم واحد لان هو قال بغتا فانت هتلاقي الشانس تطلع من مغربها يعني الساعة سبعة مش بالعكس يعني مش الارض هتلف بالعكس هتطلع الساعة سبعة الشام وفيه دخان وفيه اصوات وده يوم الايامة انتهى الموضوع بدون ادنى علاماته طبعا كمان تفسير الاحمدية حاجة يعني هم بيحاولوا كل حاجة وقارطلوهم بس يعني يعني انا ما قدرش هتخيل باي شكل انا اسف مع كامل احترام ده الحمار يبقى طيارة يعني فهم بس قريب على اساس ان الحمار ليه اجنحة مثلا ولا ايه مش فهم انا قريتو والله يعني ربنا يكرمهم عايزيني حاولوا يوفقوا الحاجات مع الحاجات حتى لو افترضنا ان الكلام ده اتنوجود بس مش هيدرني وانا انا هعرف اردهم ومش يجي اثر على يا زيز هو مش مش هيدرك بص يا حمار الاسلام جي ينقض باب الخرافة خلاص اي خرافة لانها بتنزف الاخر لخرافات عاشة في حياتك فانت لما تلاقي الدنيا ماشية عقلانية تماما ومتساوية وما فيش اي قلق ليه نروح للخرافة يعني ايه الفكرة هل في ناس مضطرين ان احنا نستحملهم في الحياة تفكيرهم كده ومع تراكم المعلومة يعني كده هترحهم من تفكير ليه ما دخلهم شيء لا يا فاند هو انت المفروض تطرح الفكرة من دماغهم مش تطرحهم هم من تفكيرهم مش هيدوا مرة واحدة يعني انا ده وقت عندي الاية بتاعت سيدنا موسى لما جيه ولقوا انه عصره في وجوده عملوا عجلوا عبدوا لما كان مسك في سيدنا هارون قال له كلمة هدته اللي هي الفايصل الأولوية بالنسبة للنود هتقول لي انت فرقت بين خشيطة انت قول فرقت بين بس ده خلي بالك ده ما فعله هارون بشخصية هارون لكن موسى عمل ايه قال لما انسفنه في اليم نسفن مسك الاليها رمها في البحر مع اختلاف بقى ان ده قعد مدة طويلة ومترصخ في عقول الناس ورسوله اعرفك المسول طويلة خلص موسى كان حاسم جدا وغضوب تمام فألقى الألواح بس كان الرسول موجود ان هو موسى ايوه هو الاساسي هو المين موجود الثاني نبي هارون نبي وليس رسول انما ألقى الألواح من الغضب الألواح الليس نزلة من السماء ألقاها تمام لانه كان حاسم جدا في اموره في الدين والتعويل على فكرة التغيير الطويل على ايه ده كله انا مش بكلمك عن عداد سكت عنها النبي او انه صبر عليهم مش عارف في ايه او من القرآن ده مش محتاج خالص ده دجل دخل الاسلام خرجوا اكيد بس لو خد مرحب وليس ألك على حاجة وفي قصص كثيرة مذكورة في القرآن احنا لازم نبين للناس الحدف من ذكر هذه القصص يعني هي جاءت في القرآن كعبرة طبعا كعيزة وسعات للنبي نفسه كثيرة للانبياء يعني سيرة للانبياء السابقين على سيدنا محمد يعني لازم نبقى عارفين المغزى او الهدف من وراء ذكر هذه القصص مش ما هيش على فكرة الآيات نفسها في نهايتها دائما بتوضح يعني فيه آيات نزلت بس لتذكير لتثبيت النبي قالوا كذلك نثبت به فؤادك بس النبوص حصل ايه واسبر وفيه آيات ليه نحن زي ما انت بتقولي يعني حصل لهم ايه وخدوا عبرة ايه وقال لهم مرة انكم لطمرون عليه المصبحين يعني انتوا شايفين بيوتهم الخاوية القديمة فاعتبروا بدا وحاجات كتير فالقصص في القرآن مش للتسال يعني انا لسه كنت في حلقة في بداية البرنامج بتكلم ان انا شايف برضو كده زي ما انت ذكرت حد كده برا التصوير انه لا مفيش معراج وبتاعه قال يعني ده التنوير يعني رأيي ان الاسراء حدث بشكله الذي نعلم والمعرض المشكلة فين في الدجل الذي في الحديث انما هل المعراج كفكرة ان الرسول صعدة الى كذا كذا حصل وعندي ايات اه فيها رموز هو من يصدق ان هذا الرسول نزل عليه الوحي بملاك من السماء لابد ان يصدق ان ممكن بالظبط يصعد الى السماء وينزل يعني لكن انت بقى لما بدخل الاسرائيليات اللي هي بجد منتحلة في كل شئف ده بتبوازش الصورة الجنة والنار لما كلمنا الجنة والنعيمة والنساء والجنة لما كلمنا بشكل عقلاني وحطنا الايات هتلاقيه منوش علاقة بقى بالسبعين الف الوقفين هتلاقي الوضع اختلف تماما لما تبصي النص وسياقاته الطبعية يعني ممكن اسألك سؤال بسيط جدا بس يعني صدقتي سونيا بسين مصير اللي انا اسألك فيه حاربا رغم ان انا حطت لها لينكات حلقاتك عن السيام وعملت لها منشان على صفحتك بس هيو مصير انك تفسرها تفاصلها فدية الطعام الاية انا اتعى في اول حلقة اه حلقة فاطمة اه انا قلت انه الاية لا تبيح بالشكل اللي هم عايزينه اه او الشكل اللي انا مش بلومه يعني كان فيه شيخ في الخمسينات اسمه عبد الحميد بخيت ازهاري عظيم عمل بحث اه الاية اللي مش عايز معناها في نظره اللي مش عايز يفتر ما يفترش خلال يعني يطلع فدية ويقعد باشا كده ولا ع سجارة مش عايز يسوم مش عايز يسوم ورد عليه الشيخ عبد المتعالي الصعيدي ساعتها وهو متنور عظيم عبد المتعالي الصعيدي بس رد عليه بشكل تاني انا ليه اجتهاد شخصي في المسألة قلته في الحلقة ان الاية بتتكلم عن ان وفعدات من ايام الاخر في نفس الاية اذا لو واحد مريض او على سفر والسيام ده اختياري ليه حط عدة من ايام الاخر السياق كده يوحي انه هو فرض شديد شوية اتنين قلت اني انا في نظري كلمة وعلى الذين يطيقونه على يعني عقوبة لانه لو كانت للاباحة كان يقول وللذين يطيقونه ليك انك تعمل اللي انت عايزه فكانت ساعتها تبقى تمشي عادي بالطريقة اللي هم عايزين يعني ما هو اصل على يبقى فيه عقوبة وعلى الذين يعني فرض يعني عقوبة عليك انك تطلع فدية طعام مسكين لانه لو كان برحته انه يفطر كان اولى المريض والمسافر ما يبقاش عليهم عدى من ايه من اخر عقوبة او كفارة بمعنى عقوبة اصدية ماش عقوبة يعني عقوبة يعني اصدية انه مش حلو قوي لانه ختم الاية بقاله وانت صوموا خيروا لكم فالاية في نظري انا لعل مئة الف اجتهاد غيري انها لا تبيح الصيام الفطار الاختياري ده لا مش صحيح بس طيب احنا خلاص الوقت بتاعنا خلص بس بكرة هنفتح موضوعك كبير معاك وبرضو اخر جزء هناخد الاسئلة اللي كانت نقصة ان شاء الله مرسي يا هاني شكرا هاني شكرا شوفكم بكرة في حلقة جديدة من جدل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة